حب الأيام كانت تغريدة عاصفة مثل كل مرة الأبو علي العسكري تكتيكياً كانت العناصر اللي هاجمها متشابهة مع السابق وشملت الأميركان والإسرائيليين ودول عربية وتهديد جديد أو تجديد بالتهديد بحرب طاقة بس هاي المرة ضاف أبو علي لما سماها بالقائمة الخبيثة ثلاث عناصر جديدة من هم ذول العناصر الجديدة شيعة لندن والليبراليين العراقيين والعرب بالحقيقة ما عرفنا ولا هو واضح ان هاي المجموعات الثلاثة شنو اللي سوتها بالضبط حتى تدرج ضمن القائمة الخبيثة وليش ابو علي مزعوج منهم لهذا الحد وهل كان يقصد بهؤلاء اللي ذكرهم اللي هم شيعة لندن والليبراليين العراقيين أو العرب هم المواطنين العاديين يعني اللي عندهم ميول فكرية بهذا الاتجاه على اعتبار ان الحكومات هو ذاكرهم ومعددهم ومهددهم اللي واضح من سياق التغريدة انه المعركة صنفت هؤلاء الثلاث ضمن جنود الشيطان بمفهوم أبو علي ومن يؤمن بنهجه المسألة بدت تروح يا جماعة إلى مساحات أخرى وبدينا نشوف ثنائية أخرى تغزو المجتمع بعد سني وشيعي عربي وكردي ما عرف ايش مارد اذكر الناس به نواعيد تعدادهم لكن كل احنا نعرفهم هاي المرة بدنا نسمع نغمة جديدة اللي هي صهيوني ومقاوم مطبع ومعرف شنو واضحة جدا بالأيام الماضية اشقدت حقيقة جارحة للسمع حينما تتهم أحدا يتبع نهج معين يميل إلى حد ما لعدم توريط العراقيين بحرب بتقول لي انت صهيوني أو انت مطبع نهج إذا لم تكن معي فأنت ضدي مو جديد بالحقيقة على الثقافة العراقية كل الحقب الماضية من الملكية وانت جاي لليوم يعني واحسب كل هاي الحقب الحقب عدنا ثنائيات التخوين فلان شي وفلان شي معي وضدي هاي عملية التصنيف ما عرف هي أصيلة بالثقافة العراقية أو لا التخوين بيها أو عدنا بالعراق بفلسو نص لكن الجديد هو إدخال أصناف جديدة للفئات بين قوسيا المتزندقة اللي هم شيعة لندن والليبراليين وغيرهم السؤال اللي لازم ينطرح هل يندرج بالعقل الذي يتحدث بهذه الطريقة هل يندرج موقف المرجعية الحكومة أغلب قوى السياسية وقوى الإطار موقف السيد مقتدى الصدر وكثير من الفعاليات المجتمعية من الشيعة والكرد والسنة هل يندرجون ضمن ما أسماهم أبو علي العسكري بشيعة لندن على اعتبار أنه هو موقف يدعو إلى التهدئة وعدم توريط العراق بهذه الحرب أم أن هذه المواقف لازم نفسرها بالسر شكل وبالعلن شكل آخر ما زلنا أيها الأخوة نعاني من ازدواجية المعايير حتى في التعامل فيما بيننا كعراقيين سواء كطوائف أو قوميات وبعدين وصلنا ولله الحمد للآيدلوجيات وتقسيم المقسم وتجزئة المجزة خلينا نروح إلى الحوار ترجمة نانسي قنقر